توفيت ابنتها ولم تصبر تقول لماذا أنا يا رب لماذا أنا وهل تصح قصة المرأة التي ألقت أولادها بالزيت وصبرت ألقيها يمكن أولادها بالزيت وصبرت نعم هذه تقول لماذا أنا يا رب هذا ما في إيمان بالقضاء والقدر والعياذ بالله وعدم الرضا بقضاء الله وقدره وهذا كفر والعياذ بالله اعتراض على الله تبارك وتعالى هذا كفر فإنسان ينتبه لهذا الأمر والأصل إنسان يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره أما ألقي أولادها بالزيت صبرت نعم يمكن هذا إذا يقصد أبناء ماشطة بنت فرعون نعم ألقي أولادها بالزيت وقصة أصحاب الأخدود واضحة جدا يلقونهم شخصا شخصا نعم